أنا سبب النظر في غزة أحد لما كانت الغلبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قام الرمات على الجبل وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن تخطفتنا الطير لا تنزلوا ولا تبرحوا مكانكم لكنهم خالفوا الأمر وقالوا الغنيمة الغنيمة لما كانت الغلبة لها الإيمان قال سيدهم وإمامهم ألم تعلموا أن النبي قال لا تبرحوا هذا المكان ولو تخطفتنا الطير فقالوا الغنيمة الغنيمة ونزلوا فكان الأمر الجلل كاد النبي يقتل وقتل مصعب وقتل حمزة وقتل كثير من الصحابة بله إلى السبعين رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم هذا الرجل الذي وعد ربه جل في علاه فوفى فوفى الله له لما قال لا يرى أن الله مني خيرا كان سعد ممعاز يعني يرجع يفر وفر كثير حتى عصمان عفان فر قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعاني على يوزة أحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعاني إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنهم الغرض المقصود انفروا وسعد يمشي مدبرا ورد أنس بنظر مقبلا على العدو بصدره قال يا أنس ويحك ويلك إلى أين تذهب قال إيه يا سعد والذي نفسي بيدي إني لأجد ريح الجنة من دون أحد فدخل على الأعداء بصدره لا يهب الموت قاتله حتى قتله ولم يعرف من كثرة الطعنات عليه ورمي السهام والطعم بالرمح وأيضا التقطيع بالسيف لم يعرف إلا ببنانه بإصبعه أخته عرفته من إصبعه في هذا الرجل وفي أطرابه وفي أقرانه الصادقين مع رب العالمين الناصرين الذين لا يحقى وجعل الله الناصر على أيديهم شكر الله لهم في التوي واللحظة في الكتاب فأنزل الله قرآنا في هؤلاء يتلى اليوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر هذا وعد ربه فوفى فأوفى الله له وكان صادقا فصدقه الله جل في علام من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر